مجموعة نسل سوسترية للمواد الغذائية تتوقع حصول تراجع في أسعار المواد الأولية الغذائية في النصف الثاني من العام ما قد يمكنها من التوصل إلى حجم مبيعاتها المتوقع المجموعة تسجلت في النصف الأول لارتفاع في حجم المبيعات نتيجة تقدم حجم الطلب في الأسواق الصعيدة وحتى في أوروبا حيث ارتفع الطلب على السلع ذات الأسعار المعقولة